أهلا بحضراتكم مرة تانية أكيد مبارح العالم كله محبي كورت القدم كانوا بيتابعوا دوري أبطال أوروبا وخاصة مباراة من العيار التقيل مباراة مباراة تاريخية مباراة نهائية وليس في دور الستاشر مباراة مباراة قوية جدا وخاصة كان فوز فاريس سان جرمان 1-0 في مباراة الزهاب ولكن مباراة عظيمة بالنسبة للريال مدريد بيثبت أنه صاحب تاريخ كبير جدا وأن الإصرار والعزيمة والتاريخ الكبير بتفوقوا بشكل أكثر من رائع على الأسماء العظيمة في كورت القدم بنتكلم على ميسي بنتكلم على أمبابيا وبنتكلم على نمار ولكن يبقى التاريخ ويبقى الإصرار والعزيمة هي شعار الملكي في هذه البطولة ناس كتيرة جدا كانت متوقعة العكس وده اللي هنشوفه حتى من خلال حياتنا النهاردة كان المسابقة بتاعتنا من يتوقع الوصول لدور التمانية باريس ولا الريال هنشوف مع حضراتكم لكن كمان يشرفنا يكون موجود معنا على شاشة قناة النادي الأهلي الرئيس التاريخي لريال مدريد عبر اسكايبة طبعا رامون كالديرون هيكون متواجد معنا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير طبعا رئيس طبعا تاريخي لريال مستر كالديرون بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي على الجميع أنا سعيد بتواجدي على قناة النادي الأهلي أعلم أن الأهلي هو ملك أفريقيا وكبير القوم في أفريقيا ولهذا فخر لي الزهور على شاشته وزي ما أنت بتقول الأهلي ملك أفريقيا كمان بنتكلم على ملك أوروبا طبعا نادي ريال مدريد العظيم عايز أسألك مبارح وانت بتتفرج على المباراة بتنظر لهذا النصر الكبير بنظرة الرئيس النادي السابق أم بنظرة من محبي ومشجيع ريال مدريد حول العالم مباراة الأمس أمام باريس سان جرمان لعبة في جزائين مختلفين جدا المباراة الأولى ساعت باريس سان جرمان بشكل واضع في البرك كدو فرانس شاهدت المباراة كمحب وعاشق لريال مدريد قبل أن نكون رئيس ولكن في المباراة الثانية ظهر الريال مدريد في المنسبات العظيمة ظهر الريال بعزم وتسليم لا حدود له الريال أو العظيم في أوروبا وهذه المباراة من خلالها تعلم قيمة الفريق الكبير أنه فريق لا يتخل أمداً انظر هذه الزاة الأزنين من الصعبة الحصول عليها ولهذا ريال مدريد فريق عظيم وإذا لعب الفريق لهذه المباراة القادمة سيكون مرشحاً للفوز باللجم لتحقيق ذلك كما شاهدت ذات الأزنين من الصعب على أي شخص الفوز بها ولهذا الريال العظيم أكيد زي ما أنت بتتكلم يعني إمباراة مباراة بتشير لوجود يعني عظيمة كبيرة لريال مدريد لكن خلينا هل مباراة إمباراة خلاص بتفتح الطريق لوجود ريال مدريد لأبعد نقطة رغم وجود فرق كبيرة جداً بنتكلم على ليبرفول بنتكلم على السيتي بنتكلم كمان على تشيلسي هل المباراة إمباراة هي النقطة الفاصلة لفعلاً تحديد أو وجود ريال مدريد أو الفوز ريال مدريد بهذه البطولة دعني أتحدث بكامل خبراتي لك كنت في ريال مدريد لحقبة الأكثر من سنة سنوات شاهدت أشياء كثيرة وشاهدت وقمت بقلب العديد من الأعبين من أجل الفوز بالبطولة دوري أبطال أوروبا ولكن للأسف لم أنجع في ذلك ومن خلال قناة الأهلي كنت بالتعاقد مع فاني ساروي وروبين ولا أتذكر لقد كنت بالتعاقد مع سمانية عشر لعب وكنت قريب من التعاقد مع كريستان ورونالدو من أجل ذلك لكن للأسف كانت لدينا أزمة اقتصادية ولهذا لم أكن بالتعاقد مع ريال مدريد لكن أنا أريد من خلال قناة الأهلي أن أحاير رئيس الحالي لنادي ريال مدريد لأنه فاز بخمسة أبطال أوروبا وهذا أمور صعبة يصعب على عين نادي تحقيق عدد هذه البطلات أنتم تعلمون قيمة ذلك لأن الأهلي فريق كبير وفاز أيضا بالعديد من البطلات القرية ولكن أنا أتوقع إذا كان ريال مدريد في المستوى هذا في كل المباريات القادمة سيفوز باللقب أكيد طبعا كمان وجودك في ريال مدريد من خلال ثلاث سنوات من 2006 إلى 2009 والفوز بثلاث بطلات على المستوى المحلي ده شيء كمان أكثر من رائع لكن خلينا نقول تجربة أو اللي نخرج به من مبارات أمس رغم طبعا وجود نجوم العالم على مستوى العالم بأسعار مرتفعة أجب أن أتكلم على باريس سان جرمان وإلى حد دلوقتي غير قادر حتى للفوز بطولة كاس أبطال أوروبا عايزين نعرف رأيك في المعادلة ديت هل تجميع النجوم بشكل كبير جدا يكون أساس للفوز بالبطولة أو الروح اللي شفناها والتاريخ اللي شفناها بالنسبة لريال مدريد رغم طبعا بعد خروج رونالدو بعد خروج باران بعد خروج راموس وما زال ريال مدريد هو الفريق الأكثر طبعا تتويجا بهذه البطولة وصاحب الشخصية الكبيرة والمرشح دلوقتي من المرشحين للفوز بهذه البطولة الريال مدريد هو فريق عظيم ومختلف عن جميع الفرق في أوروبا يذهب من يذهب ويبقى ريال مدريد الأعظم لأنه يفوز دائما فأي لعب موجود وكل عام ريال مدريد يقاتل ويحارب على كل البطولات من أجل الفوز به لأن هذا أكباري لدينا في مدريد أن تتحدث مع رئيس سابق للريال مدريد ومدى همية هذه البطولات للريال فالروح شيء عظيم بالرغم من وجود العديد من النجوم لكن هناك وقت يجب أن تعلم أن الروح هي الشيء الأهم وعظيمة اللاعبين هي من تصنع الفارق وليست الأموال وحدها لأنه عندما كنت أنا في رئاسة ريال مدريد كنت في شراء العديد من النعبين ولم أفوز بدور الأبطال صحيح يمكن أن يجي الجزئية الأموال وأكيد الاستثمار في قرة القدم ويغير شكل أو خريطة قرة القدم خاصة في أوروبا الاستثمار هو شايف موضوع الاستثمار إزاي وإزاي إيه الاستفادة والدروس المستفادة طبعا هو عارف أنه بلغ خسائر الأندية من خلال السنتين اللي فات وبسبب فيروس كورونا حوالي 7 مليار دولار فكيف نستفيد أكيد من خبراتك نستفيد إزاي من العملية التجارية والإدارية في تفادي هذه الخسائر في الفترة اللي فات طبعا بسبب فيروس كورونا كل العالم كانت مشكلة خطيرة للعالم بأسره مشكلة كورونا لم تكن قرة القدم غريبة عليها وليس فقط المشكلة الاقتصادية التي أثرت في قرة القدم ولكن يجب أن تعلم شيئا هام من الآن يجب أن نستعد من أجل حدوث مشاكل كبيرة كما حدثت في الأيام الماضية من الكورونا فيروس لكن أنت تحدثت عن شيئا هام وهو أن قرة القدم تعيش في واقع اقتصادي صعب على اللاعبين والمدربين ووكلاء اللاعبين يجب على وكلاء اللاعبين أن يدرك أنه من الضروري افتراض أن الوضع الاقتصادي الحالي للعالم شاهد تغيرا كبيرا ويجب أن ينعكس ذلك في عقود اللاعبين لا سفكت اللاعبين المدربين ووكلاءهم لأننا إن لم نتعاون في ذلك الأمر لن يتمكن أحد من دفع كل هذه الأموال التي تم دخاف في الأعوام الماضية عندما كنت في عهد كنت لا أدفع كل هذه الأموال كنت أتعاقد مع النجوم ولكن كانت هناك مبادئ في التعاقد في هناك مشكلة كبيرة الآن حرب روسيا ووكورانيا قد تؤثر على العالم كله وهذه أيضا مشكلة كبيرة يجب أن نأخذ بها لنا منها من خلال الاستثمارات يمكن كان في بعض الناس بيقوله أو أنت كنت معارض بشدة مشروع الاستثمار في برنبيو طبعا استاد ريال مدريد وعلامات استفهام لماذا؟ يعني لماذا عرضت هذا المشروع أو التطوير برنبيو على المستوى الاستثمار وكان قد يعود بعائد مادي كبير لنادي ريال مدريد عندما كنت رئيسا لنادي ريال مدريد وكنت في اليويفا تم عرض تجديد سانتياغو برنبيو عليه لكن في 2010 سانتياغو برنبيو كان يقوم عليه نهاية شامبيوز ليل وهذا يعني أنه أفضل استاد في أوروبا أنا لم أعترض على تجديد سانتياغو برنبيو لكن كانت هناك أشياء يجب أن تتم قبل تجديد سانتياغو برنبيو لكن الرئيس الحالي قرر ذلك وأريد تحيياته من خلال شاشة كنات النادي الآلي لأنه رجل حكيم راهن على المشروع وقد نجح المشروع وشوفنا سانتياغو بالأمس في قمة الروعة وكما ببناء مدينة رياضية كبيرة أنا لم أعترض ولكن الجميع أخذ بعد تصريحاتي بتحريف لكن هناك أشياء مهمة كانت أهم كانت أهم من أن يقوم الرئيس بتجديد سانتياغو برنبيو لكن إذا ما قام بذلك أنا سعيد وهذا أمر جيد لنا وللمدريديستا وفخر لنا وفخر لجمهي الريال مدريد ولنادي الريال مدريد لأن العالم كله يجب أن يعلم أن المدريد الأعظم في أوروبا والعالم ليس مدريد الفقر أكيد أنت كمان فخور بنادي الريال مدريد يمكن النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات القرية ولكن يليه في هذه البطولات النادي الأهلي شايف ده إزاي أن النادي الأهلي يبعد بخطوتين للحاق بريال مدريد فأكثر الأندية حصولاً على البطولات القرية وخاصة أنك كنت متواجد في 2006 طبعاً ومباراة النادي الأهلي أمام ريال مدريد وفاس بها النادي الأهلي أتذكر ذلك جيداً عام 2001 كانت هذه السنة الأولى لي كمدير للنادي كانت أجواء احتفالية للغاية مباراة عظيمة أنا سعيد لأننا لعبنا أمام جماهير وعية وجماهير 11 كرة الكدم الأهلي فاز علينا بروبرتو كارلوس وراول وكاسياس وفيكو وكثير من الكبار اللاعبين وهذا دليل دعني أعترض لك بذلك على عظمة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي والفوز هي كانت مباراة احتفالية ودية باعتبار النادي الأهلي كبير القوم في أفريقيا وكنا نحتفل بذلك الأهلي فريق عظيم وأفضل نادي في الوطن العربي وفي الأفريقيا وفريق يعرف كيف يفوز ويجب على جماهيره أن تفتخر به لأن الأهلي له ساعة كبير ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالة كان لعباً كبيراً ورئيس نادي عظيم وساهم عندما كان لعباً وعندما كان رئيساً في تدويج الأهلي ولهذا أستغل وجودي معكم عبر جانات النادي الأهلي لتحية رئيس النادي ما فيش شك طبعاً وانت يعني رئيس نادي كبير وعالمي وعندك كبرات كبيرة جداً جداً دايماً نجاحات النادي ما بيكونش نجاحات على المستوى الفني بس لكن كمان على مستوى الإدارة شايفينزاي كمان هذه المعادلة اللي بيحقاها النادي الأهلي ما بين النواحي الفنية من إدارة فنية لفرأ القورة أو فريق القورة كمان الأهم كمان على النواحي الإدارية تنصيق على النواحي الإدارية ده كمان مهم جدا شايفوا ازاي دوت أولا فيه عمالة في الكرة الأوروبية من خلال الأندية الأوروبية وشايفوا ازاي من خلال النادي الأهلي بكل طب نجاحات الأهلي دائما ما تتحدث عنه والنجاح الذي وصل له النادي الأهلي ليس فقط عمل محمود الخطيب ولكن هو عمل جميع عدارات النادي على مر تاريخ الأهلي هو نادي الكرن الأفريكي منذ الكرن العشرين الخطيب كان لاعب في هذه الفترة وكان لاعبا أيضا في فترة ما بعد ذلك وكان مدير للنادي وكان في مجلس النادي حتى وصل إلى كرسي الرئاسة يجب أن أعطي الجميع حقه الأهلي لديه نظام وهذا النظام السبب في وصول الأهلي إلى القمة يلقك شوية دلوقتي أن النادي الأهلي على بعض القطوتين بس لطبعا معادلة الرقم القياس الكبير في الحصول على البطولات القرية وقصة دلوقتي ريال مدريد موجود في بطولة أبطال أوروبا نحن كمان النادي الأهلي إن شاء الله نكون قريبين ونحصل على الرقم 11 الأفريقية ألقك شوية الموضوع دوت أن النادي الأهلي ممكن في القريب أو في القريب العاجل يكون هو النادي الأكثر تتويجا في العالم وهي ليه ريال مدريد؟ أعتقد مع كل الاحترام الواجب للريال مدريد والأهلي نتحدث عن كبير القوم في أوروبا وكبير القوم في أفريقيا من الناحية الواقعية من الصعب أن يتفوق الأهلي على الريال مدريد نزلا لصعوبة المنافسة بين القرتين ولكن من الجيد أن ترى فريق بعزمة الأهلي يكون بعمل هذا في قرد أفريقيا وينافس فريق بعزمة المدريد لكن أنا سعيد تعلم لماذا؟ هناك فرق تتحسن خارج أوروبا وتسعى للتنافس معنا والأهلي هو الأقرب لذلك صحيح من كده برضو حقك في الكلام وهو بيقول فيه دلوقتي على مستوى أفريقيا أندية كتيرة بتتطور على صعب النادي الأهلي كمان على مستوى اللاعبين نحن شايفين كمان على مستوى اللاعبين الأفارقة اللي بتتواجد في الدوريات الأوروبية بشكل كبير جدا وخاصة البريميال ليج ده يخدنا أكيد لمحمد صلاح محمد صلاح رأيك إيه في محمد صلاح في الفترة اللي فاتت مع ليفر بول وكان بعد الأخبار بتقول احتمالية أو اهتمام ريال مدريد بوجود محمد صلاح في الفترة اللي جاين محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين والتي تريدوا جميعا عن ديت العالم لعب رائع عصبت لسنوات عديدة وساهم مع ليفر بول في الفوز بالعديد من البطولات شامبيوز ليج والدوري لعب مختلف ولاعب كبير جدا وإن كنت رئيس للنادي قد أقوم بالتعاقد مع محمد صلاح لأن محمد صلاح إذا كانت لدي أموال سأقوم بالتعاقد معه فورا لكن محمد صلاح يجب أن يعلم من خلال قناة الأهلي أنه يستحق أكثر ما هو عليه الآن وبكل تأكيد أن رئيس نادي ليفر بول قد يتم الأمور وقد يعمل عمل كبير من أجل الإبقاء على صلاح ولكن كما تعلم أنت الأهلي أيضا لديه لاعبين كبار ويجب أن يزب العديد منهم من أوروبا وقد شهدتهم في كأس العالم في كتار والإمارات أيضا فمن كده لو كنت أنت ما زلت على رأس القيادة وعلى رأس القيادة الرئيس نادي ريال مدريد كنت ستصر بوجود محمد صلاح في نادي ريال مدريد مهما كلف خزينة النادي فلوس محمد صلاح لاحب صعب أنت تحضر فلوسه الآن أموال محمد صلاح أصبحت كثيرة وهذا السؤال أهم جدا ريال مدريد لدي العديد من اللاعبين العظماء لكن كانت هناك مفاوضات وليبر بول طلب أموال كثيرة من أجل التعاقل مع محمد صلاح الأمر مع رئيس نادي ليبر بول وهو مسؤول على محمد صلاح عمنا لأن رئيس نادي ريال مدريد يراقب محمد صلاح ويراقب العديد من اللاعبين أمثاله على مستوى المنتخب الأسباني كمان شايف إزاي منتخب أسبانيا ووصوله وصعوده لكاس العالم طبعا عشرين عشرين وعشرين شايف إزاي الكرة الأسبانية من خلال منتخب أسبانيا وهل منتخب أسبانيا بهذه العناصر وطبعا بهذه المجموعة من الشباب قادر على الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم أو الحصول على كأس العالم القادمة إن شاء الله لكن الأمر لن يكون سهلا ويكون صعبا سيكون هناك الكثير من المنافسة مستوى الفرق التي ستحضر كأس العالم مرتفع جدا لكن فريقنا ومنتخب لدينا لعبين موهبون وفريق نتمح إلى الفوز بكل شيء أكرر إن شاء الله أسبانيا ستصل على الحدث في كأس العالم كما حدث في جنوب أفريقيا يعني كمان عايزين نكلموا على المنافس وغريمه برشلونة كمان رأيوا إيه في برشلونة بقدوم تشابي وهل شابي قادر في الفترة اللي جاية كمان على عودة برشلونة لسابع عهدها وتكون منافس قوي للفوز بالليجة الأسبانية أنا أحترم برشلونة وأقول لك أن شابي غير العديد من الأشياء المهمة في الفريق برشلونة دائما يتواجد في المقدمة وسيكون دائما في المقدمة أحترم برشلونة هو منافسنا الأبدي صحيح أن منافسنا الأبدي في إسبانيا ليس على ما يرام الآن لكن لديه الكثير من القدارة ما تم تحقيقه حتى الآن يبقى فخر أيضا لأسبانيا كما ريال مدريد برشلونة أحد أعظم الفرك وأقول نرام كل احترام ورئيس النادي صديقي نحن نتسيد الكرة في إسبانيا بجانب برشلونة وريال مدريد وأتمنى أن يعود برشلونة كما كان من قبل لنرافس ريال مدريد لأن الآن ليست هناك منافسة والمنافسة في الكرة الإسبانية مختلفة وتعلم صعب جدا عدم وجود منافسة لم تشعر بالمتعة يجب أن يعودوا لينافسونا أخيرا طبعا رسالة صغيرة لجمهير النادي الآلي وللكرة المصرية بشكل عام من الرئيس التاريخي لريال مدريد تقول لنا إيه كل ما أريد أن أقوله تاريخ النادي الآلي يجب على جمهور النادي الآلي أن يفتخروا بكل ما يقدمه فريق بلادهم لأن الأهلي صنع لجماهيره بعضة جماهيرية كبيرة في أوروبا والأهلي معروف وهذه ليست مجاملة أنا لا أجامل النادي الآلي أنا أتحدث عن حقائق يجب أن تذهب إلى وسائل الانترنتي التي تبعث عن النادي الآلي ثاني أكثر الاندية تتويجا على البطولات في العالم بعد ريال مدريد يجب أن تفخروا بكل ما يقدمه مجالس الأدلات المختلفة للأهلي أنا لست متخوف من عبور اللقب القر ولكن أقول لك الحقيقة الأهلي سيعبرنا كل التوفيق طبعا بنشكرك وشرف لينا تكون موجود معنا طبعا الرئيس التاريخي رامون كالترون رئيس نادي ريال مدريدي السابق شكرا جزيلا على وجودك معنا طبعا خلينا نتكلم لقاء أكثر من رائع وواحد دايما زي ما بقول لحضراتكو يكفيه فخر أنه ينتمي لهذا الكآن الكبير لما رسائل كتيرة جدا زي اللي بيقولها رامون رئيس نادي من أعظم الأندية في العالم وعنده من الخبرات وعنده من الدراية الكثير ويشيد بالنادي الأهلي بهذه الطريقة ويقول أن النادي الأهلي آخر كلمة لها أنه يتوقع أن النادي الأهلي كمان حيتفوق على رئيس المدريد في البطولات القرية ده شيء يدعو للفخر يدعو الجماهير النادي الأهلي أن تفخر بناديها بمجلس إدارة النادي الأهلي أنه يفخر موجود في النادي الأهلي بالأجهزة الفنية باللاعبين نحن كمان بنسعد كثيرا لما الشهادة بتيجي من بره. دايما بيقول لك لما الشهادة بتيجي من القريب. يقول لك يا عم انت بتطبل انت لكن لما شهادة بهذه المعاني الكثيرة من رئيس نادي ريال مدريد السابق زوال خبرات الكبيرة. أعتقد ده شيء يدعو للفقر. دايما النادي الأهل مشرفنا. ودايما بقول النادي الأهلي خلاص وصل للعالمية. لما بنتكلم النادي الأهلي وصل للعالمية. محدش يتري علينا. محدش يقول لك كابتل انت بتبالغ. لا. الكلمات اللي جاية من أسبانيا من خلال رامون كالديرون. الرئيس نادي ريال مدريد السابق. بتثبت دوت. وجود النادي الأهلي دايما في كاس العالم. ليل أندي وحصله على ثلاث برونزيات. بيثبت دوت. كل الناس وعمل مجلس إدارة النادي الأهلي على مرة العصور بيقول دوت. فزي ما بنقول. الحمد لله على نعمة الأهلي. والأهلي فوق الجميع. ودايما يا رب بالتوفيق وبالنجاحات. وإن شاء الله البطولة الجاية إن شاء الله يكون الحداشر. ونقرب أكتر من ريال مدريد. ونحقق اللي قاله رامون كالديرون إن النادي الأهلي سوف يتعدى ريال مدريد للحصول على أكتر نادي في عالم حصول على البطولات القرية. إن شاء الله قريب. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع المحترف.